اشتركوا في القناة ثانيا كلمة اطلبه اولا ملكوت الله يعني اساسا اطلبه اساسا ملكوت الله ولما الواحد يطلب ملكوت الله ان الله يملك على حياته ويعيش مع ربنا بالكامل هيحس ان كل حاجة تزاد يعني كل حاجة مش هتفرق كتير وكل حاجة هخدها من يد الله لكن لما ربنا ما يملكش على حياتي ممكن اعتبر فيه حاجات كتير في الحياة مسألة حياة اموت ولازم اخدها وممكن اقع فيه اخطاء كتير عشان احصل على حاجة معينة او اوصل لهدف معين لكن لما ربنا بيملك على حياتي انا باخد كل حاجة من يد الله وباشوف الامور بصورة مختلفة باشوفهاش بصورة ان هي دي حياتي هي دي اساس حياتي هي دي اللي هتديني الفرح الكامل في المسيح والعاطية هاخدها من ربنا في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة ويكون واثق ان انا واخدها فعلا من يد الله بس امتى ده يحصل لو كان ربنا ملك على حياتي لو كده لو انا ملك ربنا هو كل شيء في حياتي الاول والاخر والبداية والنهاية يبقى انا كده عايش في ملكوت الله ومعيش في ملكوت الله امور الحياة كلها احس انها باخدها من ايد ربنا وفي الاخر كلها تزاد لكم عشان كده بعد ربنا قال ما تهتموش الماء ماذا نأكل ماذا تشرب بص الانظروا طيور السماء الى ذنابق الحق كل الخليقة ربنا بيعتني بيها لكن اطلبوا اولا اساسا مفيش هنا ثانيا اطلبوا اولا ملكوت الله يعني ركز كل يوم ان انا ازاي ربنا يملك على حياتي ازاي ربنا يكون الكل في الكل ازاي يكون ربنا هو معي في كل لحظة في كل القرار باخده في كل حاجة بعيشها في كل تعامل مع الناس في كل ضيقة بكتزى هو يبقى معي فيها فكده يبقى ربنا فعلا مالك على حياتي كلها لالهنا كل مجد كرامة الابد امين